أخبار برضو المهمة أبوش مهندس اليوم السابع بني سيناكوس اليوناني بيجدد رغبته في ضم جده جده مطلوب يونانياً وأنت مدير الصفاقات إيه مدى صحيه ده؟ صحيه أنا معرفش ما جاليش حاجة ممكن يبقى عن طريق وكيل اللعب أو لمين؟ كلم مين؟ طيب الخبر بيقول جدد نادي بني سيناكوس اليوناني رغبته في ضم محمد ناجي جده مهاجم الأيل والمنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير يعني كلها شهرين كان النادي اليوناني قد تقدم بعرض رسمي للأهلي في نوفمبر الماضي للتعاقد مع اللعب خلال يناير نوفمبر أشار سويلم في تصريح لليوم السابع إلى النادي اليوناني سيتقدم بعرض أنا يوم الحفلة طبعاً هنا تقدم في يناير الماضي في يوم الحفلة الرعاية جاءني الأستاذ أحمد سويلم وقال لنا عايزة أعود معكم تقوله أهل وسهل قال لأ أنت زعلين من قدتله يا سيدي أنا بزعل من المواقف مش من الناس تفضل قال لي لأ نبتدي صفحة جديدة قدتله عشان تبتدي صفحة جديدة مع النادي الأهلي ادخلوا البيوت من أبوابها وبأغراض واضحة وسليمة فبرضو لسه بنكتب برضو نفس الشيء على المواقع قبل ما نعمل اتصالات ونسير الأمور قبل هو يناير جاء هو العرض جاءنا عشان نبتدي نصرح أنا شايف أنه هو بيقول العرض جاء في نوفمبر الماضي وبعد كده العرض لسه هيجي الشهر الجاي نوفمبر الماضي أنا مش فاهم كان النادي اليوناني قد تقدم بعرض رسمي للأهلي في نوفمبر الماضي يمكن السنة اللي فاتت للتعاقد مع اللاعب خلال يناير الماضي على سبيل العرية يعني ده كان المفروض يتم السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت يبقى جاي جديده بزر بقابل ستمائة ألف يورو طبعا لكن برضو انت وضحنا نسوء تفاهم بينه وبين مسؤول الأهلي أو جاب سيرت شدت سوئلم على أن علاقته بمسؤول الأهلي تحسنت كثيرا لو لم يقعد هناك ما يعكرها خاصة بعد جلسة الصلحة التي جمعته بالمهندس عادل القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي طبعا أنا قلتها والله من غير ما أراضي خلال حفل الرعاية حصل حصل وقعد جنبي مدة طويلة وكان فيه مسؤولين من اتصالات قاعدين جنبنا وحصل هذا الحوار المستمر أنا عايز أبتدي بداية جديدة أنا مش مختلف معه هو شخصيا الطريقة زي ما قلنا الطريقة التي يعمل بها الأستاذ أحمد يجب تعديلها يعني أبسطها ليه بتقول على عرض سوف سوف يأتي خلال أيام للأهلي عندما يأتي العرض نتحدث إذا كان هناك استجابة لكن دلوقتي هو نوع برضو من تشتيت الانتباه عمما قبل أن نبعد كثيرا عن الاستعدادات والأحوال بكرة زي ما حضراتكم عارفين ست مباريات في افتتاح الدوري الجديد الدوري رقم خمسة وخمسين الأهلي عنده ستة وثلاثين لقب وكل الأندية مجتمعا عندها تمنتاشر لقب فيه الانتاج الحربي واتحاد الشرطة الساعة خمسة وغزل المحلة والمصر الساعة خمسة والإسماعيل وبتروجيت أيضا الساعة خمسة لكن بدون جمهور